ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نهى الله عز وجل عن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ونهى عن التشبه بالمبتدع من هذه الأمة ولا يخفى على أحد منا ما هم فيه من تفرق واختلاف وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم ولا تكون أيها المؤمنون كأهل الكتاب من اليهود والنصارى وكالمبتدعة من هذه الأمة الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرقوا شيعا وأحزابا وصار كل حزب بما لديهم فرحون واختلفوا في أصول دينهم من بعد أن اطلح لهم الحق اختلافا شنيعا فكفر بعضهم بعض وقاتل بعضهم بعض وزعم كل فريق منهم أنه على الحق وغيره على الباطل وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يدرك ما في الكتب السماوية من حقائق وهو وحده الذي يستطيع تفسيرها تفسيرا سليما فاختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والآيات والحجج والبراهين فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين ولو كان الاختلاف في فروع الدين لهان وإنما الاختلاف في العقيدة وأصول الدين وسبقوا أن اختلف الصحابة الكرام والتابعين في بعض المسائل من الفروع وليس في الأصول وأولئك المتفركون والمختلفون من أهل الكتاب والمبتدعة من هذه الأمة مستحقون لعذاب عظيم موجع في الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفذ ومعنى الفذ الفرد جزاكم الله خيرا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ترجمة نانسي قنقر